أصيبت الأم بمرض الحصبة فولدت الطفلة فاقدة للرؤية بإحدى عينيها وبعد 16 عاماً تفقد عبير البصر تماماً حزناً على موت والدتها لكن الظلام الذي أحاط بحياة عبير وقتها كان دافعاً لتحمل النور إلى جميع إخوتها المكفوفين عبير وبعد أن اتخذت من العلم هدفها الأول وبمثابرة وجهة كبيرين وصلت إلى موقع مدير إدارة جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين في عدن حيث تسعى لتطوير الإدارة محاولة جعلها مواكبة لتطور الحاصل فيما يتعلق بتعليم المكفوفين ومناهجهم بالنسبة لهذا المنصب كان مشتق من الدراسة أصلاً أنا الدراسة لم أقست سنة درست على طول دخلت كلية بمساعدة عمي نصر الله يحفظوا لي ما قصر والله هو راح عند المسجل العام وقال له البنت هذه لا يمكن تقلس بالبيت وهو استوعب وقت تعليمات من رأسة الجامعة أن تقبل المكفوفين وهم يعني غير ما يأجزوا السنة لا نهائياً من بدأت الدراسة في كلية وحسيت أن المكفوفين بحاجة أنهم كلهم يدرسوا وكلهم تعرفوا عليها يشدوا كيف سويتي أنك ما أقستيش سنة وأمني يومها تعينت منذوبة المكفوفين في جامعة عدن ودمكة المكفوفين في الجامعة خرجين التنوية يعاني مركز رعاية وتأهيل المكفوفين من سوء الخدمات وقلة الدعم حيث يشكم وضفوه من عدم التفات الجهات المختصة إليه وتجاهل احتياجاته كالأدوية أو العمليات الجراحية بالإضافة إلى تدهور حالة المبنى وعدم تلبية الخدمات التي يحتاجها المبنى هو مش مؤهل لأي عمل مبنى صغير ضيق لنشي نقوم بدورات تعليمية لنشي نقوم بدورات تأهيل المكفوفين نأهيلهم وحتى الإدارة مش حاصلة على مكان يقلسوا فيه يعني كل الإدارة نحن قلسين في غرفة وحدة يهتم المجتمع بالمكفوف فإنعكس ذلك على مساهمته في التقدم وخدمة المجتمع ولكن لطالما ظلت الجهات المسؤولة عن احتياجاتهم متجاهلة واقعهم لا شك سيسبب ذلك بعرقلة حياتهم العلمية والعملية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر